يعني أول جلسة إنا مع الكابتن عدنان درجال كمكتب إعلامي بعد التسمين يعني هاي حقائق لا يمكن أن تنكر أو أغيرها لأن كل الشخص الموجودين هم أحياة يرزقون الله يطول بعمرهم فأول من انبرا للكلام آني قلت لكابتن إحنا لا مداحين ولا شعراء ولا نجمل الحقائق قال هو هذا اللي يريده لذلك تم اختيار هذه المجموعة من عجل أن لا يكونوا مداحين مثل ما قلت قلت لحنا من نشوف خطأ ترى أنا أول واحد أحشي هسا أنبه كمؤسسة أنبه عليه إذا ما صارت صحيح له ممكن بالبرنامج أطرح أنا دعش أعلم بشكل شخصي والله أنا ما سعلم رياض في ديوم انتقد للتحاد لا شو أنت ما تسمع ما انتقد للتحاد من يصير خطأ واضح من المعيب جدا كل خطأ هو شغلة كل خطأ في ديوم خلعت دائما تدافع للتحاد أنا ما جاي بصدد سجال لا مو سجال حمز إنت ما تتابع ما تشوف برامج أنا أدافع عن وجهة نظر سامعي تابع لا 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 سامعي هل سامعي الآن 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 على مستوى وجهات ما تابع وأنا أتانيك تسمعني عمود انتقد وبعدين هناك قضية مهمة مهنيا مهنيا أخلاقيا قانونيا من تعمل بمؤسسة مو بالضرورة تطلع بالبرامج تنتقد إحنا هوايا مصححين أخطاء ومن تقديم بشكل مباشر لأعضال الاتحاد أصعد اليوم أنا يم الكابتن الغالم عربي أقول هذا خطأ أصعد يم كابتن يحي صغير أقول هذا خطأ إذا ما تصلح وطرح علي سالم أقول لك يا الله هذا خطأ وأدل لك كثيرا موضوع يعني مثلا تسمية المدربين اللي صار عليها لغة مفروضة يعني موضوع التفضيل بين المحلي والعربي بالعكس كانت في المحلي والأجنبي طيب خلا تسخل لربما أزعجت بعض أعضاء الاتحاد طروحات بالبرامج أزعجت بعض أعضاء الاتحاد وفهم وجهة النظر أنه لازم يشخص الخطأ حتى لو أبو البرامج من يجل تصحيح هذا موضوع شائعك هو أصلا موضوعنا وسيلة البداية صارت فيه حياة كابتن يونس معي